محمد ربيعي ثم فائزة في النزال الثاني على البلجيكي جون بيرا أبي مانا وفائزة في النزال الرابع على لاسلو سيفلاي بالضرب القاضي كذلك في الثاني من ديسمبر من هذا الشهر ممتاز اللقمة اليمينية من سليمان سيسوكو هاليون هي النزال في هذه الجورة يبدو أنه مصمم على ذلك ممتاز اللقمة ينوع من الجسد إلى الوجه في اللقمات عودة قوية هذه الليلة أمام البطل الفرنسي باستغراب من المنافسة الاسباني في الجولة الاسباني نشاهد قوة التزديدات بصراحة ولكن عدم السقوط أو حتى الترنح لم يكن موجود والحكم اسماعيل لتوش يتدخل وينهي النزال في جولته السابعة هو الحقيقة حسنا فعل الحكم لأنه بصراحة الاسباني تلقى العديد والعديد من اللقمات المؤثرة خاصة على مستوى الرأس ولكنه سمد ولم يسقط اشترك بصراحة شهر على س letting العباد الشيخ فسوليّم المحنة سليمان إذن سليمان سيسوكو يفوز بالضربة الفمية القاضية في الجولة السابعة بعد أن أوقف الحكام اسماعيل في جولته السابعة على إثر لكمية قوية من الفرنسي سليمان سيسوكو